صباح الخير يعطيكم العافية ومرحبا للجميع طبعا يعني اليوم الموضوع حكي فيه بشكل سريع وعلى عجالة هل معالجة السويد لموضوع الكورونا وعدم إغلاق الدولة هو الصح؟ بشكل عام يا جماعة خلينا نكون واقعين أنا شفت كثير فيديوهات وكثير بوستات على السوشيال ميديا عن موضوع الكويت الناس على موضوع السويد لكنه الناس عم بتحاول تبوش أنه نطلع برا هذا يعني هذا اللي مفهوم من هذه البوستات عشان كون حقيقيين وواقعيين كل دولة عم بتحاول إنها تقوم بواجبها تجاه أبناء شعبها وكل دولة عم بتحاول إنها تقوم بما تستطيع وبالطريقة اللي بتستطيعها ما في دولة بتسوي شيء صح وما في دولة عم بتسوي شيء غلط لأنه كلها تجارب في ناس استفادت من تجارب دول أخرى في ناس استفادت من العلم والعلماء قد يكون هاي وجهة نظر السياسيين والمحللين الموجودين في السويد لكن هذا لا يمنع إنه في السويد الآن في انتشار لهذا الفيروس واللي بتوقع إنه السويد مش ما في انتشار واللي بيسووه هذا صح يعني شوفوا هذا الفيديو شوفوا سريعا يعني أوب سوري سوري يا جماعة ولا تجرأ منعا للتجول فهذه شوارع استوكوم نابضة بالحياة وكأنها في كوكب آخر حيث المقاهي والمطاعم ليست مهجورة وصراحة نتواصلنا مع ناس غاد في استوكهولم فعلا بيحكوا إنه هذا صحيح وهذا ليس خطأ يعني هذه الحكومة عم بتسوي هيك هل هذا صح؟ هل هذا خطأ؟ لا يوجد أي دليل علمي الآن عشان هيك لازم نكون واقعيين حكومتنا بتحكي إن نسوي هيك لازم نسوي هيك لأنه هذه الطريقة اللي اتخذتها الحكومة فإذا واحد هيك على مزاجه عم بيحاول إنه يبين إنه استوكهولم عندهم الموضوع مفتوح والباربيكيو والمطاعم هذا الشيء راجع لهم هذا الشيء راجع لهم بس اطلعوا يا شباب على الاستاتيستيك يعني هاي هون السويد زي ما عندو شايفين السويد عندهم 7600 حالة إحنا في كندا عندنا 17000 الموضوع أول مبارح لحاو أرجيكم إياه عندهم حوالي 500 حالة وفاة 591 اليوم بس عندهم 114 حالة وفاة فهو الموضوع اللي عايشين فيه إنه خلص نعيش حياتنا واللي مات مات واللي عاش عاش هاي طريقتهم ما عم نحكي إنها خطأ وما عم نحكي إنها صحي بس مش معناها إنه أنا عشان مثلا بروسيا سكروا وبستوك هون ما سكروا معناها إنه روسيا خطأ أو السويد صح ولا كندا صح وهي غلط كل دولة عم بتحاول إنها تجد الطريقة الصح خلينا أورجيكم بس إمبارح حفظتوا الأرقام هون السويد هيها 7600 خلينا أكتبهم عشان أحكي لكم إياهم الآن 7600 حالة أوكي فيه 4480 حالة جديدة و 114 حالة وفاة شوفوا لو دخلنا بس نطلع فوق شوية السويد 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 مبارح بس 376 حالة اليوم 487 حالة يعني في زيادة عدد حالات طلعوا كم وفاة كان مبارح بسبب الكورونا ستة وسبعين حالة اليوم 114 حالة هل هناك إثبات إنه اللي بتقوم فيه السويد صح أو لا فالإخوان اللي عم بنشروا هاي الشغلات يكونوا حارصين يعني أنا بدي أحكي أنا مش عم بخطئهم ولا عم بحكي إنهم خطأ ولا عم بحكي إنه السويد خطأ ولا عم بحكي إنه كندا خطأ ولا إنه صح الموضوع في البابليك هيلث هذا في شغلة جديدة كل دولة عم بتحاول إنها تقوم بالأفضل لأجل سكانها ولأجل العالم كله فخلينا نبتعد شوي عن الإشاعات وطريقة التبهير لشغلة لأنه هذا ممكن شو يسوي أي واحد بحضر هذا الفيديو بقول لك ما السويد عم بتسوي هيك يا أخي أي عادي خلينا نطلع خلي الحكومة اللي مثلا إحنا عنا في كندا بقول لك ما تطلع الآن عم بعضوا فاينز اللي بروح على البارك وعلى الأمور هاي عم بخالفوه طب ليش بالسويد ما بخالفو يا أخي طب لا ما بتقدر تقارنها بهيك ما بتقدر تقارنها بهيك في في الصين عملوا طريقة لوكداون هل هذا بنفع في كندا ما بعرف أنا مش السياسي اللي عم بقوم بموضوع أخذ قرار بهذا الشكل مش سهل يا جماعة القرار صعب جدا لأنه السياسي بده يحللها اقتصاديا وعلميا وطبيا واجتماعيا وكتير أمور فالموضوع مش سهل فعشان هيك نصيحة للجميع اتخذوا أو اتبعوا القرارات اللي بتقوم فيها حكومتكم سواء صح سواء خطأ هاي القرارات اللي الآن مطبقة واللي يجب أن نتبعها تأكدوا 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 واللي بيحكي لك أنه الحكومتنا بدها تقتلنا وهذا ما في منها الحكي وهذا كلام هدول اللي تبعون الثيوريز واليعني حتى لو كان الحاكم ظالم إذا ما عنده شعب يظلمه بطل عنده يعني خلينا نكون واقعيين بطل عنده حدا أصلا يظلمه فأبطل حاكم فراحت وظيفته يعني خلينا نكون واقعيين ويسعد مساءكم جميعا والله يعطيكم العافية ومساء الورد للجميع والله يحميكم ويحمي عوائلكو بس حبيت أحكي عن هذه النقطة وإن شاء الله رب العالمين تكون النقطة واضحة السويد عندها تزايد يوميا بعدد الحالات وعدد الوفيات يعني مقارنة كبيرة جدا فإذا هم ارتقوا ذلك لهم ذلك ما بنحكي لهم غلط ولكن لا نطبق هذه الحالة على دول ثانية أو نحرض على خروج عن ما تقوم به الحكومات الأخرى دول ثانية بتسوي لوكداون دول بتسوي نصف لوكداون دول مفتوحة هذا رجع للدول وإن شاء الله بعد ما نخرج من هذه الأزمة نعرف وين الصح وش اللي صار عشان نتعلم هذا هذا يعني الإنسان دائما بتعلم ما ولدنا إحنا بنعرف كل إشي فإن شاء الله رب العالمين نستطيع نخرج منها بما هو أفضل ويعطيكم ألف حالة